توعدت روسيا باتخاذ إجراءات جدية ضد لتوانيا التي فرضت قيوداً على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالنغراد نتيجة العقوبات الأوروبية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا وقال رئيس مجلس الأم القومي الروسي نوكلاي باترشيف خلال زيارة إلى لتوانيا إن روسيا بالطبع سترد على مثل هذه الأعمال العدائية يتم وضع إجراءات مناسبة على المستوى الوزري وسيتم تمنيها قريباً ونقلت وكالة الترفاكس عنه قوله ستكون لها عواقب سلمية خطيرة على شعب لتوانيا أكدت موسكو أن فلينيوس فرضت في نهاية الأسبوع قيوداً على عمول بضاع استدفتها العقوبات الأوروبية عبر السكر الحديثة في اتجاه منطقة كالنغراد ورداً على ذلك تم استدعاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إيديري لوزارة الخارجية في موسكو واتهمت وزارة الخارجية الروسية للاتحاد الأوروبي في بيان بتشجيع التصعيد وطلبت باستئناف عمول البضائع على الفور من جهتها أكدت الولايات المتحدة دعمها لليتوانيا العضو في حلف شمالة لصين نيتو في مواجهة التهديدات الروسية وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية من برايس لوسائل إعلام تمسك واشنطن الصلب بالمادة الخامسة للنيتو التي تنص على أن أي هجوم على دولة حنيفة هو هجوم على جميع الأعضاء ترجمة نانسي قنقر